الزمالك اللي رائع بالزمالك فنيا يشوفه بيتحس كلنا بدون استثناء كنا نتساءل هو أسوريو بيعمل ايه ايه الحاجات الغريبة اللي بيعملها دي بيجيب لعيبة يحطها في المراكز مش بتاعتها بيعمل طرق لعبة غريبة كنا كلنا مغضودين كده مش فاهمين أسوريو اعتقد مش احنا بس كمشاهدين او متابعين او اعلميين هتلاقي لعيبة نادي الزمالك نفسها مش قادرة تنساجم بسرعة مع أسوريو بس يبدو ان الانسجام بدأ يبدو بقول يبدو عشان انطاقي الفاظي هي دي مباراة تانية على التوالي اول مرة أسوريو يكسب مباراة تانية على التوالي فبنقول يبدو ان الاداية يتحسن ويبدو ان يبقى فيه انسجام معرفش اللي جاي فيه ايه بس لو سألتوني عن رأيي وانا قلته قبل كده اي مدرب مبدع محتاج وقت ويبدو ان أسوريو مدرب مبدع مبدع يعني ايه ممكن يعمل حاجة كتيرة في الفرقة انت مش هتبقى فاهمها بس لو اللعبة خدت عليها هيبقى الفريق نفسه في حالة تانية خالص فأتصور لو سألتونيو ده كمل مع الزمالك الموسم القادم الأمور هتختلف تماما وتتحسن كثيرا كثيرا